بكل أمانة عندنا مشكلة كبيرة جداً 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 في مركز الباكرايت جداً أما كلمكوا ولا ما نجي نلعب في المستوى اللي هو يعني نطلع بقى إيه نلعب قدام المستويات الأولى أنا شايف إنه عندنا مشكلة كبيرة جداً في الباكرايت مش عارف مش عارف إزاي إحنا 120 مليون 110 مليون أي أن كان إحنا كام ومش عارفين يا جماعة يبقى في باكرايت يعني متطمنين له مش فيش باكرايت متطمنين له وكده يعني اللي هو أصلاً مصر دي طول عمرها عندها بكات رايت جمدة جداً يعني جداً فأنا مستغرب من ضمن الحاجات يعني 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 مستغرب فيش ولا واحد طبعاً نتفق أو نختلف ممكن حدي وكأعب يتفرج علي يقول إزاي ده فيه فلان الفلاني وبتاع ما فيش ولا باكرايت في مصر تقدر وإنت كده نازل تلعب معشر جامد معشر جامد نازل تلعب قدام كده هيلعب عليك مثلاً وينج ليفت مانية مثلاً هيلعب عليك وينج ليفت آيان كان مين تبقى انت نازل وانت عارف انت عندك باك رايت تقيل قافل حتته ولو تحتاج ان هو يهاجم يهاجم لك كويس وكل الكلام ده كله انت بتتكلم في مصر يعني حاجة ابراهيم حسن ياسر ردوان ده اللي بتتكلم فيه يعني محمد صلاح باكات رايت مصر طول عمرها عندها باكات رايت تقيلة اوي اوي يعني احمد فتحي طبعا معنفشانس احمد فتحي واحد من الباكات رايت التاريخيين في متاريخ منتخب مصر وفيه ناس تاني طبعا لعيبة كويسة كما كانوا قدوا دول العيبة اللي انا قصرتهم يعني العيبة جندة جدا جدا حتى براكات لما لها باك رايت في كاس امام 2006 كان عظيم براكات كان جامد اوي وكان مفاجأ لنا كلنا يعني لك انا ان كنتش متفاجأ لان انا عارف انه براكات ده ممكن ترميط حطه فيها حتى هيبقى هيبقى احسن واحد لعيب في الملعب هو كده براكات كده شخصية وشخصية والقيادة وبهدوء وثقة في النفس وبركات كان العيب كبير 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 اوي نجم الريمونتادة كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله فيتوريا يوفق في اختيار التشكيل